بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد وحييكم أحبة بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدر في شرح مقدمة ابن الجزري هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زادن العلمية أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير ومع الدرس السادس والعشرين وصلنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى إن لم تكن من قبل حرف استعلة أو كانت الكسرة ليست أصلا ثم بعد ذلك قال والخلف في فرق لكسر يوجد الخلف أي الاختلاف اختلف أهل الأداء أي علماء القراءة في رأي فرق في سورة الشعراء في قوله سبحانه فانفلق فكان كل فرق لاحظ معي الرأه هنا ساكنة وقبلها مكسور ووقع بعدها حرف الاستعلاء وهو القاف يعني هي مثل فرقة التي ذكرناها سابقا فرقة لكن هناك فرق بين الكلمتين القاف في فرقة مفتوحة والقاف في فرق مكسورة وهذا أي الكسر أضعف صولة الحرف يعني أضعف حرف القاف أضعف القاف ومن هنا ثبت الخلاف في الرأ يعني جاز فيها التفخيم والترقيق أما التفخيم فلوقوع حرف الاستعلاء بعدها مع قطع النظر عن كونه مكسورا أو مفتوحا يعني من فخم الرأ في فرق نظر إلى وجود حرف الاستعلاء بعدها لم ينظر إلى كونه مكسورا أو مفتوحا ومن أخذ بالترقيق نظر إلى كسر القاف كما ذكرنا والكسر أضعف الحرف فرقق الرأ إذن لنا في رأ فرق وجهان التفخيم والترقيق فنقول فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم أو فكان كل فرق كالطوض العظيم لنا التفخيم والترقيق والترقيق مقدم بل حكى الداني الإجماع عليه فرق بالترقيق لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى أثبت الخلفة في هذه الراء ولم يبين هل هو في الوصل أم في الوقف يعني أطلق الخلاف وهذا يدل على أن الخلاف هنا في الوصل والوقف أيضا في الوصل والوقف الخلاف فيها في الوصل والوقف لأن من فخم الراء في حالة الوصل فخمها كذلك في حالة الوقف قطعا لأنه نظر إلى وجود حرف الاستعلاء كما ذكرنا فمن فخمها في الوصل فخمها أيضا في الوقف ومن رققها في الوصل اختلف عنه في الوقف يعني انقسم من يقول بترقيقها في الوصل إلى قسمين قسم يقول بترقيقها لأن هذا هو الأصل عنده والوقف عارض وقسم يقول بالتفخيم قسم يقول بالتفخيم نظرا لزوال الكسر بسبب الوقف يعني الذي يرقق في الوصل بسبب الكسر لما وقف زلت الكسر فلما زلت الكسر فخم الراء إذن الراء فيها الوجهان التفخيم والترقيق في الوصل والوقف على التفصيل الذي ذكرناه وبهذا يبطل قول من قال بتفخيم الرأي فقط عند الوقف هناك من يقول بتفخيم الراء وجها واحدا عند الوقف وهذا غير صحيح هذا غير صحيح على ما بيناه ثم بعد ذلك ذكر حكما يتعلق بالراء وهو التكرير والتكرير من صفات الراء كما ذكرنا في صفات الحروف التكرير من صفات الراء كما ذكرنا في صفات الحروف قال وأخفي تكريرا إذا تشدد أمر بإخفاء تكرير الراء إذا كانت مشددة لأن عدم التحفظ من تكرير الراء وهي مشددة ينتج عنه عدة راءات فمثلا بعضهم يقرأ يقرأ الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم فيجب التحفظ من إظهار هذا التكرير كما ذكرنا في صفات الحروف فيحكم القارئ ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما بحيث لا يرتعد لأنه متى ارتعد حدث من كل مرة راء فنحافظ على تكرير الراء ولا نعدمه بالكلية كما ذكرنا سابقا نقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وكما ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لتفخيم الراء إما عملا بمفهوم المخالفة وإما إحالة على الأصل ويحسن أن نجمل أحوال الراء فنقول الراء تكون متحركة وساكنة الراء المتحركة إذا كانت مكسورة فهي مرققة وإذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة وإذا سكنت وإذا سكنت نقول الراء الساكنة المتحركة في الوصل الساكنة في الوقف تفخم بثلاثة شروط تفخم بثلاثة شروط الأول أن يسبقها ألف كما نقف مثلا على الدار النار هكذا ما لم تكن الراء مكسورة لأنه في بعض القراءات تمال الألف قبل الراء لأجل كسرة الراء فترقق معها النير هذه في بعض القراءات لكن إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة عند الجميع النار الدار الثاني أن يقع قبلها فتحة أو ضمة سواء تخلل فاصل يعني ساكن بين الفتحة والراء أو لا كما مثلا نقول القدر القمر الشرط الثالث أن تسبق الراء بألواو المادية كما نقول مثلا غفور غفور نفخم الراء أما الراء المتطرفة المتحركة في الواصل الساكنة في الوقف فترقق بثلاثة شروط الأول أن تسبق بكسرة كما نقول مثلا إنما أنت منذر منذر الثاني أن تسبق بياء ساكنة نقول قدير إن الله على كل شيء قدير الثالث أن تسبق بألف ممالة كما ذكرنا الدير وهذا ليس عند حفظ أما الراء المتوسطة فالساكنة تفخم بأربعة شروط أن تسبق بفتحة أو ضمة كما في مثلا يرجعون وترزقون والشرط الثاني أن تسبق بكسرة عارضة كما ذكرنا في مثل ارجع إليهم الشرط الثالث أن تسبق بكسرة لكن منفصلة عن الراء كما في مثل أمير تاب الشرط الرابع أن يقع بعدها حرف الاستعلاء كما في قرطاس كما ذكرنا في هذا الدرس أو في الدرس السابق وقد وقد لخص المصنف رحمه الله تعالى أحوال الراء في آخر باب الراءات من طيبته فقال ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكنة أو كسر أو ترقيق أو ترقيق أو إمالتي هذه الحالات أجمل فيها أحكام الراء وذلك في آخر باب الراءات من طيبة النشر في القراءات العشر بقي فيما يتعلق بالتفخيم والترقيق في الراء هو أن الراء يجوز فيها التفخيم والترقيق في أربع كلمات كلمة مصر وذلك عند الوقف كلمة مصر وكلمة القطر وكلمة يسر في سورة الفجر وكلمة أسر سواء سبقها فاء أو لم يسبقها الفاء فأسري أو أسري هذه أربع كلمات عند الوقف عليها يجوز فيها التفخيم والترقيق فبالنسبة لكلمة مصر اختاروا فيها التفخيم على الترقيق واختاروا في القطر التي في سورة سبع الترقيق على التفخيم قالوا نظرا للواصلي يعني لما نصل كلمة مصر نجد أن الراء مفخمة فقدموا التفخيم على الترقيق نقول مصر ومصر وقدموا الترقيق في القطر نقول القطر القطر والقطر وبالنسبة لكلمة يسري وكلمة أسري أيضا فيهما الوجهان عند الوقف مع تقديم الترقيق فمن رقق نظرا إلى الأصل إذ الأصل يسري بيع وكذلك أسري ومن فخمها نظرا إلى الحال الراهنة وهي حال الرا في هذا الحال وهي كونها ساكنة بعد ساكن وقبله مفتوح فشأنها شأن والفجر عشر الواتر فهنا يسر كذلك أما كلمة أما كلمة نذر في سورة القمر فاختلفوا فيها هل تفخم أو ترقق والذي حققه شيخنا رحمه الله تعالى هو أن التفخيم في رأي نذر هو المعمول والمقرؤ به والترقيق فيها لا يؤخذ ولا يعمل به وإن قال به بعض أهل الأداء وبهذا نكون قد انتهينا من شرح أحكام الراءات ونستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن تفخيم اللام وحروف الاستعلاء في الدرس القادم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة